بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد على آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة لوم الدين وبعد فيقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيما فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث هذه السورة سورة الضحى والتي تليها سورة الشرحة لم نشرح لك صدرك موضوعهما واحد وهي في بيان إفضل الله تبارك وتعالى وإنعامه على عبده ورسوله محمد صلى الله وسلم وقد ختم كل من السورتين بأوامر ومواعظ للنبي صلى الله عليه وسلم والخطاب للنبي كذلك هو خطاب إذا لم يكن خاصا فهو لجميع الأمة سورة الضحى مكية يقسم الله تبارك وتعالى في بدء هذه السورة قال جل وعلا والضحى والليل إذا سجى هذا القسم والمقسم عليه ما ودعك ربك وما قد وإقسام الله تبارك وتعالى الله يقسم بنفسه ويقسم ببعض مخلوقاته سبحانه وتعالى فإذا أقسم الله تبارك وتعالى بنفسه فهو الرب العظيم الإله الذي لا إله إلا هو كقوله فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فالله يقسم بذاته سبحانه وتعالى وأنه سائل كل أحد عن عمله وقد يقسم بمخلوقاته وقد أقسم الله تبارك وتعالى بكثير من المخلوقاته وهذا بيان عظمة الرب تبارك وتعالى فهذه المخلوقات العظيمة هي دلائل وبراهين على عظمة الرب تبارك وتعالى لأن من خلق هذا المخلوق العظيم فهو الرب العظيم سبحانه وتعالى فأقسم الله تبارك وتعالى بالسماء والأرض والشمس وأقسم سبحانه وتعالى بعبده ورسوله محمد صلى الله وسلم كقوله تبارك وتعالى لعمرك إنهم لفي سكرته معمهون هنا يقسم الله تبارك وتعالى بالضحى قال والضحى فالضحى وقت ارتفاع النهار وهو أظهر وقت للضوء ولظهور الأشياء وضحوة النهار آية من آيات الله تبارك وتعالى أولا ونعمها عظيمة من نعمه جل وعلا فالضحى آية بروز الشمس وإضاءتها لما حولها على هذا النحو إضاءتها للأرض وظهور الأشياء فهذا فيه آية من آيات الله تبارك وتعالى الشمس آية والأرض آية وهذا الضياء آية من آيات الله تبارك وتعالى خلقه ونعمه من نعمه جل وعلا فإنه في هذا الضياء هو سبيل لينتشر الناس في معايشهم في هذه الدنيا ويبصروا به الأشياء ثم أقسم الله تبارك وتعالى بعد ذلك بالليل فقال والليل إذا سجى قيل معنى سجى من السجو وهو الهدوء والذي يهدأ يعني في الليل الأشياء تهدأ في الليل النباتات والأحياء هذا وقت سكونها وهدوئها في ظلمة الليل وقيل سجى كذلك سجى يعني بسواده غطى يعني ما يأتيه من الأرض وهذه آية يعني إقسام الله تبارك وتعالى بالليل آية وحالة يعني مجيئه بسكونه وهدوئه وظلامه آية من آية الله تبارك وتعالى ونعمة عظيمة من نعمه جل وعلا فنعمة على المخلوقات فوقت الراحة والهدوء السكن ومن رحمته أن جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون فالليل تسكنوا فيه والنهار لتبتغوا من فضله فهذه آيات عظيمة في خلقها ونعم عظيمة من الرب تبارك وتعالى والله يقسم بهذه المخلوقات العظيمة تعظيما لنفسه سبحانه وتعالى وتأكيد بقسمه لما يخسم عليه جل وعلا ثم قال جل وعلا ما ودعك ربك وما قلى التوديع الترك ومنه توديع المسافر يعني لأهله يعني تركهم وتخليفهم يعني أن الله تبارك وتعالى ما خلفك وما قلى القلي الكره يعني ما أبغضك قيل إن يعني سبب هذا إخبار الله تبارك وتعالى رسوله أنه ما ودعه وما قلاه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يشتد عليه تأخر الوحي لسبب من الأسباب وكان حين يتأخر الوحي على النبي صلوات الله وسلامه عليه فقد تأخر الوحي على النبي بعد أن نبئ صلى الله عليه وسلم بإقرأ فتر الوحي عنه ثلاث سنوات حتى إن النبي كان يتألم ألما شديدا وكما جاء في صحيح المال المخاري أنه كان يصعد يعني أعالي الجبال ثم إن الله تبارك وتعالى يعني أراه جبريل على صورته التي يعني خلقه الله تبارك وتعالى عليه وبشره أنه نبي هذه الأمة ثم أنزل الله تبارك وتعالى بعد ذلك يا أيها المدثر قم فأذر فالنبي نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر صلوات الله وسلامه عليه كذلك جاء في 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 أن النبي صلوات الله وسلامه عليه تأخر عليه جبريل يوما تقول أم المنعيش رضي الله وتعالى عنها أن النبي كان يعني يخرج ويسعد ويقول يعني لم يكن الله تبارك وتعالى ليخلف وعده ثم إنه التقى جبريل بعد ذلك وأخبره أنه إنما أبطى عليه لأنه لا يدخلون البيت الذي فيه يعني كلب ولا صورة فتش بيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فيه جر صغير كان تحت سريره يعني مختبئ فلما فتش البيت وأخرج هذا جاء جبريل وقال جبريل إنه لا يدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جرس كذلك كان النبي يشتاق للوحي جبريل كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ألا تزورون أكثر مما تزورون فنزل قول الله تبارك وتعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين إيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيه لن ينسى كربك وأن تنزل جبريل عليه السلام إنما ينزل بأمر الله تبارك وتعالى وهو لا يزور النبي يعني بأمر نفسه وإنما يأتي مأمورا من الله تبارك وتعالى فهو رسول الله تبارك وتعالى إلى الرسل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى كفة الرسل قبله قيل في سبب نزول الآية كذلك أن النبي اشتكى يعني بعض الليالي يعني في مكة فلم يقم ليلتين أو ثلاثا قيام الليل كما كان يقوم صلى الله عليه وسلم فقال بعض المشركين وبعض المشركات إن صاحب محمد قد قلاه قد قلاه يعني أبغضه وادعه فنزلت هذه السورة في بيان الرد على يعني مقالة المشركين هؤلاء وليس ليعني شعور النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني قال الآخرون بأن هذا كان شعور النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني تأخر عليه الوحل وقيل أن هذه كذلك كانت مقالة أم جميل زوجة أبي لهب عندما نزل قول الله تبارك وتعالى تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلع نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد وأنها أتت النبي وقالت له كيف تهجوني وقال لما أهجونه لكن الله تبارك وتعالى يعني هو الذي أنزل هذا القرآن ليس هجاء تظن أن هذا هجاء على يعني عادة يعني الشعراء ثم إنها يعني هي التي قرأت هذه المقالة إن صاحب محمد قد قلاها عندما يعني لم يقوم النبي في صلاته ليلتين أو أكثر صلوات الله وسلامه عليه وأن هذا كان ردا من الله تبارك وتعالى على هؤلاء لكن الوقاعة التي تبين أن يعني حزن النبي وخوفه صلوات الله وسلامه عليه من تأخر يعني الوحي عليه هذه ثابتة يعني في الصحيح ومثل هذه الأخبار الأخرى بالنسبة لخبر أم جميل وغيرها ليس في صحة ذلك على كل حال هذا إخبار من الله تبارك وتعالى وتطمين منه في هذه السورة أن ربه الله سبحانه وتعالى لم يودعه وما قداه وهذا نفي في الماضي وهو لا شك إخباره في المستقبل أنه رسول الله أن محمدا هو رسول الله صلى الله وسلم وهو منه سبحانه وتعالى في المقام العظيم فهو خليله خليل الرحمن وهو رسوله المرسل إلى العالمين وأن الله تبارك وتعالى متم عليه نعمته ومتم عليه رسالته وأنه مبلغها وأنها ستكون يعني فيك في الكمال من كل صورها والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك يعني يا محمد وما قلى وما أبضل ثم جاءت بشارات الله تبارك وتعالى له قال جل وعلا وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة ما ادخره الله تبارك وتعالى رسوله في الآخرة خير لك من الأولى من الأولى من هذه الدنيا مما يعطيك الله تبارك وتعالى في هذه يعني الدنيا فالذي يدخره الله تبارك وتعالى لك في الآخرة أكبر وأعظم وخير مما يعطيكه يعني في هذه الدنيا وهذه بشرة من الله تبارك وتعالى لما ادخره لنبيه صلوات الله وسلام عليه في الآخرة وقد يبين الله تبارك وتعالى ما ادخره لنبيه صلوات الله وسلام عليه أولا من الشفاعة العظمى التي يحمده عليها يعني كل الخلق فهو الذي يقوم المقام المحمود الذي لا يقومه إلا هو صلوات الله والسلام عليك والمقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون عندما ينتدب للشفاعة العظمى بين يدي الرب تبارك وتعالى ليشفع في العباد فهذه الشفاعة العظمى المقام المحمود يحمده عليه الجميع وكذلك من المقام المحمود أن الله تبارك وتعالى اتدخر له منزلة في الجنة إنما هي أشرف منزلها وأعلاها في الجنة ولا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله تبارك وتعالى كلهم يعني هي الجائزة العظمى والفوز الأعظم وهي بقعة يعني في الجنة مكان في الجنة لا تنبغي مقام في الجنة لا ينبغي إلا لعبد واحد وقد ادخله الله تبارك وتعالى رسوله صلوات الله وسلام عليه كما جاء في قول الله تبارك وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وعسى من الله تبارك وتعالى لا شك للتحقيق وليست للشك أنه يكون أو لا يكون بل هذا تحقيق عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وهذا لا شك أنه إخبار من الله تبارك وتعالى ووعد منه جل وعلا متحقق يحققه الله تبارك وتعالى كذلك ما أعطاه الله تبارك وتعالى في جنة النبي صلى الله عليه وسلم أمر عظيم جدا كذلك ما أعطاه الله تبارك وتعالى يعني أن تكون أمته صلى الله عليه وسلم أشرف الأمم وأعلاها وأغلاها وأكثر أهل الجنة دخول الجنة فأكثر أهل الجنة دخول الجنة هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم عليه فقد جاء في الحديث أنهم شطر أهل الجنة قال والذي نفسه محمد بيده إني لأرجو أن تكون شطر أهل الجنة وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فتر هذا قسم من الله تبارك وتعالى وتأكيد منه ولسوف يعطيك ربك يا محمد عطايا فترضى من كثرة هذه العطايا وعظمها التي يعطيكها الله تبارك وتعالى منها ما ذكرناه الله تبارك وتعالى ما ذكرناه آنفا من المقام المحمود ومن منزلة الجنة التي لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله تبارك وتعالى وأما ولسوف يعطيك ربك فترضى كذلك عطاياه سبحانه وتعالى إياه في الدنيا وقد عطاه الله تبارك وتعالى في الدنيا أمور عظيمة جدا مما عطاه الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا الكثرة الكثرة الكاثرة من المؤمنين والأتباع وممن يحبه أفضل من نفسه وأكثر من ولده ووالده والناس أجمعين ولم يوجد إنسان قط في الأرض وجد من الأحباب ومن الأنصار ومن الأعوان في حياته وبعدما ماتوا ليهم القيامة كالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا عروة بن مسعول الثقف يصف أحوال من حول النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين كانوا مع النبي في غزوة الحديبية فيقول لقريش يقول لهم والله لقد غشيت الملوك قشيت كسرى وقيصر يعني رحت يقول لهم زرت هؤلاء الملوك كان سفير قريش يعني لهؤلاء العظماء قال فما رأيت أحدا يعظمه قومه كما يعظم أصحاب محمد محمد والله لا يتوضأ وضوءا إلا يعني تقاطر عليه ولا تبدر منه نخامة إلا وقعت في كف أحدهم فيمسح بها وجهه وجلده وإنهم الله لن يسلموه لشيء لن يسلموه لشيء يعني لن يخلوه ويتركوه له اشتد البأس واشتد الحرب وأن يخلوه ويتركوه كما يظن كما قال له يعني نفسه وعروب مسعول الثقافي يقول قال له يا محمد ما أرى حولك إلا أوباش الناس وإنه إن جد الجد تفرقوا عنه قال إذا جد الجد وجدة الحرب تفرق عنك هؤلاء الأوباش وذلك أنهم من قبائل شتى وأفناء فضربه أو وكر الصديق رضي الله تعالى عنه يعني وعيره وقال له كلمة شديدة ونظر قال له من هذا قال أبو بكر فقال له يعني أبو بكر لو أن يعني لك يد علي لم أجزك بها لرددت عليك ما أقدر يرد عليه هذا وقال له أن نحن يعني ننفض عنه ثم قال عروب مسعود هذه المقالة وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم ما كانوا يصبرون في أهلهم أن يجلس الإنسان في أهله ساعة لا يرى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقد كانوا كما وصف الله تبارك وتعالى هو الذي أدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم ثم جاءت الأجيال تلو الأجيال تلو الأجيال بعد ذلك ممن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعظمه ويتمنى أن يراه ولو بأهله وماله هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشاهد موجود في كل عصور الإسلام من أبناء الإسلام من المؤمنين الذين يقدسون ويحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسهم ومن أهلهم ومن أولادهم وإذا كان النبي قد قال صلى الله عليه وسلم إن من أمتي ما يود لو يراني ولو بأهله وماله يتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولو أنه يدفع في هذا أهله وماله فقط لرؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم ولو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي جيل من أجيال أمته بعد وفاته خرج في جيل التابعين أو تابع التابعين أو من بعدهم أو في أيامنا هذه لوجد من المؤمنين المسلمين من يفديه بروحه ونفسه ومن يقدم محبته ونصرته على كل شيء على نفسه وعلى أهله وعلى أولاده فلم يوجد رجل يحب وينصر وتكون قلوب العباد معه يعني كالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فهذا مما أعطاه الله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر قيل الكوثر الكثرة في الأتباع والأحباب والأنصار والمشايعين له صلوات الله وسلامه عليه والمحبين له كذلك أعطاه الله تبارك وتعالى يعني السناء والرفعة وكل الذين عادوه يعني كبراؤهم قتلهم الله تبارك وتعالى في حياته صلى الله عليه وسلم إنا كفيناك المستهزئين كل من استهزأ به من أهل مكة قتله الله تبارك وتعالى يعني في مكانه وخلى تبارك وتعالى الأرض منهم ثم كل الذين ناوأوه أذعنوا له بعد ذلك في النهاية ونصره الله تبارك وتعالى عليه إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخره يتم نعمته عليك وينصرك الله نصرا عزيزا فهذا النصره الله تبارك وتعالى النصر العزيز على كل من ناوأه يعني من مشرك العرب ولم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا وكل ملوك الأرض تخاف وتعمل له حساب ممن هو بعيد نعم ونصر بالرعب مسيرة شهر صلوات الله وسلامه عليه فأما العرب الذين يعني كان لسانهم هذا القرآن فكلهم دخلوا في دين الله تبارك وتعالى أفواجا في حياته صلوات الله وسلامه عليه إما سلما وإما حربا إما بالدعوة السلمية وإما بالحرب أذعنوا له ودخلوا يعني في دين الله تبارك وتعالى أفواجا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توارى وأما البعيدون فإن النبي غزى بعضهم كما غزى هرقل وأرسل لهم يعني رسله وكتبه وخافوه البعيد والقريب فلم يمت النبي صلوات الله وسلامه عليه إلا والأرض مذعنة له إما داخلة في أمره وإما خائفة منه وقد أنذرهم بأن جيوشه ستصلهم وقد وصلتهم وأدخل الله تبارك وتعالى الإسلام فيه فهذا مما أعطاه الله تبارك وتعالى السناء والرفعة والنصر المبين على الأعداء وأن يجعل الله تبارك وتعالى دينه فوق كل دين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهده كذلك مما أعطاه الله تبارك وتعالى أن يجعل الله تبارك وتعالى اسمه مقترنا باسمه في الأرض كلها فإن الصلاة التي هي أعظم شعائر يعني دين شعائر الإسلام الدعوة للصلاة بالأذان وبإقامتها قد اقترنا اسمه باسم الله تبارك وتعالى فيه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فجعل الشهادة جعل الله تبارك وتعالى الشهادة له بالرسالة بأنه رسول الله مقترن مع الشهادة الله تبارك وتعالى بالوحدانية هذا مقترن في هذا ليكون يعني هاتان الشهادتان شهادة واحدة لأدخل الإنسان في الإيمان ولا أدخل في طريق الرب تبارك وتعالى إلا بهاتين الشهادتين أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن يشهد أن محمد رسول الله وجعل الله تبارك وتعالى هذا الأذان يجري على الأرض كلها في كل الأوقات في كل الأوقات مع جرين الشمس إذا كنت جري الشمس على الأرض كذلك يجري الأذان على الأرض فلا ينفجر النور في هذا المكان إلا ويؤذن بهذا الأذان ولا ينفجر يعني الفجر في مكان آخر بعده ومكان آخر بعده ومكان آخر بعده وهكذا دواليك على الأرض كلها يؤذن في الأوقات الخمس أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هذا كله مما أعطاه الله تبارك وتعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى ثم بدأ الله تبارك وتعالى يبين له نعمه عليه منذ أن كان منذ وجوده صلوات الله وسلامه عليه إلى نهاية الأمر وكأن الله تبارك وتعالى يعني هذا من الأدلة على إنعامه وإفضاله وعناته ورسوله صلوات الله وسلامه عليه منذ البداية فقال جل وعلا ألم يجدك أتيما فآوى سؤال يراد به التقرير يعني أنه وجدك عندما ولد النبي صلى الله عليه وسلم ولد وقد توفي أبوه فإن عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم أرسله يعني عبد المطلب جده إلى المدينة ليمترى تمر من المدينة فتوفي هناك توفي في المدينة عند أخوال أبيه عند أخواله فثم بعد ذلك يعني لما توفي كان النبي اليتيم هو من مات أبوه ودون البلوغ فالنبي لم يرى أباه وإنما ولد مات أبوه وحمل في بطن أمه فالله تبارك وتعالى هيا ألاه للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكفل كفلته أمه كفله جده عبد المطلب بقي في كفالته ثم لما توفي جده يعني هيا الله تبارك وتعالى له أبا طالب ليكفله حتى يعني وينصره ويقوم معه حتى يعني أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم ألم يجدك يتيما فآوى بمعنى يعني آواك الله تبارك وتعالى هو إلجاؤه إلى من يقوم برعايته وكفايته أمه حاضنته حليما التي هي الله تبارك وتعالى له يعني فالرضاعة هنا ثم ما هي له من جده ثم ما هي له من عمه كل هذا يعني بتيسير الله تبارك وتعالى وعنايته بعبده ورسوله محمد صلى الله وسلم ألم يجدك يتيما فآوى وهذا من يعني رعاية الرب تبارك وتعالى وعناتي له وأنه كان معه وكان الله تبارك وتعالى يعني هو يرعاه سبحانه وتعالى وهو الذي هيى له ما هي من هذا المأو ووجدك ضالا فهذا وجدك ضالا الضلال هنا ليس بمعنى الحيد عن الحق وإنما الضلال هنا يعني الغيب عنه لم تكن تعلم يعني الرسالة وما هو يعني الدين ثم إن الله تبارك وتعالى أنزل الله تبارك وتعالى هذه الرسالة عندما بلغ الأربعين وكان غائبا عن كل هذه العلوم فأنزل الله كان من رحمة الله وكرامته سبحانه وتعالى لعبده ورسوله اصطفاءه واختياره من جملة البشر كلهم فقد اختاره من جملة كل من في هذه الأرض لينزل عليه رسالته كما قال تبارك وتعالى له وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ما كنت تدري النبي ما الكتاب الكتاب جنس الكتب المنزلة فلم يقرأ النبي كتابا منزلا من السماء وكذلك لم يكن قارئا لأي كتاب فما كان يدري ما الكتاب المنزل من السماء وكذلك ما الإيمان الإيمان بالله حقيقة الرب تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وكذلك رسالاته سبحانه وتعالى وغيبه ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم صراط الله أي قد كان النبي قبل أن ينزل عليه الوحي لم يكن على علم بشيء من ذلك كما جاء في قول الله تبارك وتعالى فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون رد على المشركين الذين قالوا له إنه كان يعلم هذه العلوم أو كان اكتتب هذه قال جل وعلا وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون فالضلال يأتي بمعنى الغيبة عن يعني الأمر كما في أيضا في قول الله تبارك وتعالى من كلام يعني من حول يعقوب ليعقوب قالوا له تالله النكل في ضلالك القديم عندما قال إني لأجد ريحة يوسف لولا أن تفندون عندما رجع يعني أبناؤه ومعهم قميص يوسف فإنه لما فصلت العير إلى فصلت العير من أرض نصر ودخلت في بلاد الشام شم يعقوب رائحة يوسف قال إني لأجد ريحة يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله النكل في ضلالك القديم ضلالك القديم ليس الضلال عن الحق وإنما ضلاله يعني عدم معرفته عدم معرفته بشأن يوسف وظنه أنه ما زال حيا والحال عندهم أنه قد مات وانتهى أمره من قديم فقالوا له تالله إنك لفي ضلالك القديم فالضلال بهذا المعنى وجدك ضالا أي غير عالم بهذه العلوم التي أنزلها إليك بالكتاب والإيمان فهدى هداك الله تبارك وتعالى إلى طريقه وصلاته بالرسالة ثم قال جل وعلا وجدك عائلا فأغنى العائل ذو العيال وذو العيال هو مظنة كثرة العيال مظنة الفقر والحاجة وجدك عائلا يعني صاحب عيال هذا مظنة يعني فقري وحاجة قال جل وعلا فأغنى أغنىك الله تبارك وتعالى والغنى هو يعني غنى النفس والكفاية وليست الغنى هو كثرة المال كما ليس الغنى غنى كثرة المال هو الغنى وإنما الغنى غنى النفس والكفاية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعل رزق على محمد قوت يعني ما يكفيهم ويقوتهم فأغنىك يعني عن المسألة وعن الحاجة وذلك بما أعطاه الله تبارك وتعالى بعمله في التجارة وبعد ذلك بيعني ما يسر الله تبارك وتعالى له من شأن يعني زواجه بزوجه خديجة بنت أخويلد رضي الله تعالى عنها ثم ما فتح الله تبارك وتعالى له من الفتوح هذا بعد أن يعني أرسله الله تبارك وتعالى أدركنا الوقت وإن شاء الله نكمل السورة إن شاء الله في الحلقة الآتية أستغفر الله لكم كلنا الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم